هقول لحضراتكم حاجة غريبة جداً ومثيرة للجدل في نفس الوقت الحاجة دي بتدل على إن الكاف ومجلس إدارته ماشيين بمبدأ النهاردة بالمناسبة ألف كل سنة وانت طيب يا زعيم عادل إمام نجم الكبير عادل إمام عمل كمية كبيرة جداً من الأفلام والمصرحات نجم أهلاوي كل مصر عارفة إن عادل إمام نجم كبير وأهلاوي النهاردة عيد ميلاده كل سنة طيب حبنا بس نستعين بشاهد ما شافش حاجة هذه المصرحية العظيمة عظيمة بالفعل عنوان المصرحية هو عنوان لحاجات كتيرة جداً ليه بقى أنا بقول إنه لأنه لجنة المسابقات بالكاف والانضباط عندهم تحفظات على ملعب محمد الخامس يعني إيه؟ يعني لجنة الانضباط والمسابقات أقرتها عقوبات وغرمات على جماهير الوداد وشباب بالوزداد الجزائري في دور التمانية في دور قبل النهائي من البطولة في ملعب محمد الخامس وكمان أقرت عقوبات على إيه؟ على جماهير الرجاء على هامش مباراة الأهلي والرجاء في دور التمانية على ملعب محمد الخامس اللي يتذكر انتهت المباراة بالتعادل للإيجابي لجنة المسابقات دي قالت إن ملعب محمد الخامس غير مؤهل لتأمين اللاعبين بعدما نفس الملعب شهد أحداث شغب في مباراتين مهمتين جدا في دور التمانية واحدة مع الرجاء أمام النادي الأهلي والأخرى الوداد مع شباب بالوزداد مين اللي بيقول الكلام ده؟ هل إسلام اللي بيقول الكلام ده؟ هل جمهور الأهلي اللي بيقول الكلام ده؟ لجان الكاف نفسها هي اللي بتقول هذا الكلام البيانة اللي حضراتكوا شفتوه ده أو البيانة اللي أصدره الكاف في ذلك الوقت اتهم جمهور الوداد بسوء السلوك بسبب اقتحامهم لملعب محمد الخامس وإلقاء الزجاجات داخل أرضية الملعب وتم فرض غرامات مالية على الرجاء والوداد قدرها 8000 دولار هو أنا اللي بقول الكلام ده؟ مش أنا اللي بقول الكلام ده الصورة اللي بتتكلم والصورة اللي بتقول الصورة دي جايلنا من الإعلام المغربي وده من المطش بتاعنا يا جماعة هو أنا ده مستني يتكرر معايا تاني؟ أنا مستغرب جداً الحقيقة من كل اللي بيحصل ومحدش لو سمحتم يدخلي المغرب أو الوداد المغربي في هذا الأمر ولا ليه علاقة بالمغرب ولا ليه علاقة بالوداد المغربي احنا متأكدين وأول حاجة في قرارات مجلس قدارة النادي الأهلي اتقالت اتقالت ايه؟ الحفاظ على العلاقة الكبيرة جداً ما بيننا وما بين الوداد والمغرب وقالك ان الناس برا الموضوع احنا بنتكلم عن الاتحاد الأفريقي فحاجة غريبة جداً تخيل حضرتك ان انت بتعمل البيان وبتعمل عكسه يعني لجنة من لجان تخيل كده حضرتك ان زي ما كان بيحاول البعض مبارح مبارح بالمناسبة بس عشان ما مخدتش حقه الموضوع ده ما مخدش حقه مبارح كان فيه البعض بيحاول ان هو يشق النادي الأهلي ويحاول يقول مثلاً ان اسلام اللي هو عضو مجلس قدارة النادي الأهلي بيتكلم على ايهاب اللي هو عضو مجلس قدارة النادي الأهلي وبيقول اسلام كان موافق على كذا وايهاب ما كانش موافق على كذا واسلام كان موافق على الانسحاب وايهاب ما كانش موافق على الانسحاب مثلاً يعني ولكن فجئنا مثلا او انا عرفت امبارح بالليل ان القرار الصادر او القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الندي الاهل امبارح كلها كانت بالاجماع او اول امبارح كلها كانت بالاجماع قد تكون هناك نقاشات ولكن القرار في النهاية بالاجماع وكله بيمضي على كده وكله بيكتب كده فهناك البعض بيحاول ان هو يشق مجلس ادارة الاهل ده مش هيحصل عمره ما حصل قبل كده عمره ما حصل من 1907 لغاية دلوقتي عمرك سمعت عن أن أحد أعضاء مجلس دارة نيد الأهلي بيطلع يتكلم أو يقول أي حاجة على حاجة تخص نيد الأهلي استحالة طبعا ولكن احنا عارفين التوجهات زي ما قلت مبارح احنا عارفين التوجهات دي جاية منين ورايحة فين جاية منين ورايحة فين وبالتالي احنا بنجد ده في الاتحاد الأفريقي في لجان الاتحاد الأفريقي لجنة المسابقات والانضباط تقول أن ما ينفعش يتلعب في الملعب ده واللجنة الأخرى اللي بتقرر الملعب تقولك إيه إلعابوا في ملعب محمد الخامس حاجة غريبة جدا جدا تعارفين حضراتكم أن هناك بعض المغربة أصدقائنا يعني المغربة بيقولوا أن يعني حاجة غريبة اللي حصل ده حاجة غريبة والله في بعض بيقول كده إن حاجة غريبة ليه للسنة الثالثة على التوالي بيحصل ده والاتحاد الأفريقي بيختار استاد أو ملعب محمد الخامس محدش عارف لكن العقوبات قد رأى عشر تلاف دولار يعني تم فرض غرامة قد رأى عشر تلاف دولار على النادي لإقحام الملعب لإقتحام الملعب وعدم التزام بالإجراءات الأمنية ترجمة نانسي قنقر